السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الخامس الابتدائي عشرين اربعة وعشرين ترم تاني. رجعنا لكم بفيديو جديد. النهاردة هنحل معاكم تدريبات الواحدة التسعة كاملة اللي كانت بعنوان حيواني المفضل صفحة كامل في كتاب المعاصر يامل صفحة وان هندرد تونتي ايت نية تمانية وعشرين. زي احنا متعودين كل واحدة آآ بنشرح الدروس بتاعتها وفي اخر فيديو في الوحدة الخاصة آآ بالشرح بنحل كل التدريبات. موجودة على قائمة الصف الخامس الابتدائي يا ولاد عشرين اربعة وعشرين ترم تاني كل الوحدات السابقة على هيئة الدروس والحل بتاع الوحدة. هسيبها لكم تحت في الوصف عشان لنقصوا اي دارس يقدر يرجع له ويشوفه. لو انت لسه ما شاهدش في القناة وفعلت زر الجرس ياريت تشترك حان انا اتفعلت زر الجرس عشان يصلك كل الجديد. شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان هما كمان يستفيدوا. زي ما احنا متعودين هنبدأ على طول بالحال تست فايف الاختبار الخامس وده طبعا اول اختبار موجود في يونت ناين الواحدة التسعة. الواحدة التسعة زي ما انتش عارفين بنبدأ اول سؤال يا ولاد في الامتحان بيكون نص استماع. هنقوله مع بعض وعدين نبدأ نحل على طول. زهب الى حديقة حديقة برية جديدة. شاف الاسودة من خلال من ايه من خلال الاشجار. اللي هو الكانغر. كان شايت جدا. وطبعا المميز او المفضل اللي كان الببغاء. زي وير سو بيوتفول ان زي كتوك. لانه بيتحدس وبيكون جميل جدا. نبدأ على طول الحل يلا. رامز وينت تو ذا نيو ايه ولاد نيو نوات بارك وان نيو وايد لايف. حديقة بالرية. رامز كوتسي ذا نوات ثرو زا تريز شاف ايه من خلال الاشجار بيردز الطيور. ها كاتس القطة. لاينز الاسودة ولا دوك زي كلا طبعا هو شايف لاينز. الاسود. رامزز فيفريت آآ بيردز ار ذا كان الطيور المفضلة بالنسباله ليزردز والاسحالي باتوفريز الفراشات الفراخ ولا بيردز طبعا بيردز اللي هو ايه الببغاء. ذا بيردز الببغاء كود نوات كان بيعرف ايه كوك يطبخ سايكل سويم يعوم ولا توك يتحادس كان بيعرف يتحادس. بقول لك هنا اختار الاجابة الصحيحة من بين اي بي سي اور دي. ذا نوات كان سليب ابسايد دا بيقدر ينام ايه مقلوب بين يولاد طبعا الببغاء كان جايرو الكنغر دولفن ولا البات الخفاش طبعا الخفاش. ذا نوات ليه اه اه اون ايس ان سنو بيعيش في التلج وبيعيش فيين وبيعيش في الجليد. اه البنجوين البطريق كان جايرو كان الكنغر بيرد الطير ولا لاين بينجوين اللي هو البطريق. زيز بوي اذ نوات. هي نيفر تانكس انيوان وممشكرش اي حد فور دوين سامسين جود. يبقى هو ولد ايه? يبقى هو ولد غير ناكر للجميل. يعني بيكون اولاد ولد ناكر للجميل غير مؤدب يعني مؤدب لودود قلمة هادئ انجريتفل ناكر للجميل. موجود ايه? هنقول اشجار. طبعا مسافرين بيكون موجود العديد من المسافرين في الكطار اللي هو ترين. بعد كده يا ولاد السؤال التالي تريد اكمل من ايه من البوكس اللي قدامك ده? لاست ويك الاسبوع الماضي اي دي سايد انا كرقت تترافل ان انا اسافر ويست في الغرب. اي مي بوت بالقرب بتاع. اي وور ماي انا ارتديت ايه يا ولاد? مواي فاست. دي نومبر وان. دي السؤال رقم واحد. اي سو سام انا رأيت بعض نقط في البحر. يبقى بعض ايه? الويلز. الحيتان. ها? انا لما القرب بتاعت قلب انا جلست على الالت الكام بتاعه. عشان ايه? يفضل عين. انا اكلت ايه? عشان افضل بصحة جيدة. والبطيف. عشان يفضل بصحة جيدة. في الاخر ايه? اه سهب للشاطر. تعالوا نحل على طول. زي ما شايفيني سنة خمسة الحال اللي ظهر قدام. نقرأ القطعة وبعدين هنبدأ نحل على طول. هناك كلب جعان جدا. ها? الطعام طبعا في كل مكان. وفي آآ آآ زي فاوند ابون. هو وجد ايه? عزمة. هي بيجد ابون. التقط العزمة with his mouth بفمه. and started going back to his home. وبدأ يعود الى منزله. زير وز ابرج كان فيه كبري on the way في الطريق. to his home للطريق للمنزل بتاعه. وينه started crossing it. لما بدأ يعبره. هي اه 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 ذو اه there was another dog لأكلب اخر وز ابون ان واندر. ها? ها? he wanted to give that other bone too. كان عايز العظمة دي كمان. so he started barking. ها? his bone fill in water. العظمة بتاعته وقعت فين? في الماء. as soon as he opened his mouse. هو فتح بقه. هنقول زي السلفش الانانية آآ بتاعت الكلب. بسبب ان هو اناني وعايز ياخد العظمة التانية فقد العظمة بتاعته. فالانانية مش حلوة يا ولاد. تعالوا نبدأ عطول آآ آآ حل. الكلمة اللي تحتها خط كلمة بتوعن ايه? طب احنا قلنا معناه ان هو يلتقط تعال ان يتصلك ولا ان هو التقطها او اخزها يعني يعخز. اه الكلب اه هنقول ايه? كان موجود كلب تاني? في الوضر في المية. طيب. كيف الكلب خسر العظمة بتاعته? تعال لما اقول لك هنقول as soon as he opened his mouth. بسبب ان هو فتح يبقى هزبون في الان. الوضر بسكتت في المية بسبب ان هو فتح فيها. دي كم كلب في النص? طبعا كلبين. مش كلب واحد. كلب كان موجود في المية والكلب الاول النص. تعال نبدأ على طول يلا نحل كده هرقم. تمام? ciao. تعال نبدأ هناك اجف. على هزبط لا التفقدر هذه what is your. تمام? what is your ايه بقى? what is your favorite? اهان. انا. ايه هو حيوانك الليه المفضل الغير عادي. she can't drive a car when she was a baby. طبعا طبعا ما عندي جملة في الماضي بقى كانت في الماضي. لا تبقى couldn't. زى نقطة found a new place. هيبقى زى من اللي وجد مكان جديد المسافر. هتوقتي كابيتل. زى كان جاروس live in استراليا. وفي الاخر هنحط ايه اولاد. وفي الاخر نحط مقطة. ايه ما فيش حاجة تانية. ودي اعتبر جملة عادية. هنا بيقول لي اتكلمي اه عن الايميل. ايميل مقاوم من تلاتين كلمة. موجه. عمر. يبقى دي هيكتب فيها ايه? ها? عمر. هتكتب عند تو. هانا. تمام. بعد كده. يبقى انا عندي الموضوع بتاعي. الموضوع ده السبجكت. ناخد السبجكت كده. ونكتبه هانا. دي رقم اتنين. الايميل ده يور اسمك فيه حسن. يبقى انا حسن. هتكتب هنا. في فروم. تمام كده? ده بالنسبة للبداية. هابدأ بدير واسم الشخص اللي رايح له الايميل اللي هو مين? عمر. يعني دير عمر. وبعدين اكتب البراجراف ده هيكون ايه? او سوري الايميل ده هيكون اه مجابع عنه فين يا مس. طبعا اه موجود في صفحة مية خمسة وعشرين. بيتكلم عن الحياة ايه? الحديقة البرية. تكتب فيها المين بارت بتاع الموضوع. مش مكتوب على هيئة ايميل هو مكتوب على هيئة براجراف. انت الوقت حلية البراجراف تبدأ بدير عمر. وتبدأ تكتب المين بارت في الحتة دي. المين بارت يعني الموضوع الرئيسي في الحتة دي. وبكده يبقى انت حلية الايميل. هسيب لك تحت كده في الوصف ازاي تكتب ايميل. هيسهل عليك الدنيا. فيديو. بص عليه. هيساعدك جدا انك تكتب الايميل بمنتهى السهولة. تعالوا نكمل. تست آآ اللي بعد كده على يونة ايه آآ موجود برضو على الواحدة التسعة. زي ما احنا متعودين بنبدأ بنقرأ لأول نص استماع وبعدين نبدأ نحل على طول. مونا مهتمية بالحيوانات. هي قرأت كتب كتير عنهم. وكمان قرأت عن عادات الحيوانات. هي لفزة بتحب ذا كانجاروز الكانغر بينجوينز البطريق والايه ببغا. ذا كانجاروز من هم انتريستنش يوكين جدا. بيعشوا في استراليا. ذا بينجوينز والبطريق ار بلاك and white. لون هم ابيوت في اسود. زي ليف ان بيعشوا في ايس ان سنو في التلج والجليد. دا بالنسبة يا ولاد لإيه للنص الاستماع. على طول كده مونا ريدز قرأت ماني نقط كسير من الارتكلز مقالات فيلمز الافلام بوكس الكتب بوسترز طبعا الكتب. مونا ووتشيز بوريجرامز شهدت برامج ابوت انامالز حابتتز اللي عادات بتاعته. زا بينجوينز البطريق ار نقط and ويت لونهم ايه يا ولاد براون بني في ابيض اسود فابيض طبعا اسود فابيض. بيعوشوا فين؟ في تريز الاشجار سكاي السماء الساند الرمال ولا سنو الجليد؟ سنو الجليد. طيب على طول كده. اللي هما اللي ببغاء كان يقدروا يطيره سويم يعومه كوك يطبخه يدرسه طبعا يطيره. اللي هي نقطة الالتقاء هي حيث ان الناس ايه ميت بيتقابلوا فيه. اللي هي الاشجار بتعطينا ايه? بتعطينا كبان نزل ملك لبن معالق شلتر مقوى ولا ميت لحم. طبعا يبتدينا ايه يا ولاد شلتر مقوى? وضل. لازت يير السنة الماضية قلنا ان كودنت وكود وكان وكانت كلهم بيجوا بعدهم الفعل في ايه? ها? في المصدر بس احنا هتعال نخد هنا كلمة كده. نقطة كايرو. هو مش قادر ايه يعمل ايه? مش قادر السنة الفاتح ما كانش قادر يعمل ايه لقاهرة? ما كانش قادر يسافر للقاهرة. نحل على طول. هزا الاسبوع. احنا كلنا نتكلم عن الحيوانات الغير عادية في المدرسة. الحيواني المفضل الغير عادي. اللي هو بكرة البحر. كان عنده اللي هو وش لطيف. هو كمان لطيف ايضا. هنقول يبقى اللقب بتاعه اسمه سي كاو. هو بيأكل عشب من ايه وليد زي بدقاع البحر. تعالوا نكتب. زي ما شايفيه سنة الخمسة الحل وضح قدامنا. زي ما احنا متعودين هنقرأ القطعة ونبدأ نحل على طول. نحل القطعة. ها انا ايه بابا وليد. ودي المزرعة بتاعتي. ايه بابا وطبعا ايه اتنين ايه من البافلوس في المزرعة بتاعته. هو كمان بيستادم الحمير. بزرعة الكسير من الطمر. البصل. تزول البطاطس. زي رفر احنا عايشين بالكرب من النهر. ها زي سير وهزا العام. يبقى عنده يولد ايه ايه اوز مصري في النهر. وعنده كمان افراخ. ها زي اه اه ريلي اسمولي. هو كده عنده شيب خرفان وبافلوس جاموس. وعنده اوز وعنده افراخ. تمام. هو عايش حاوس في بيت تقليدي مع عائلته. تمام? عنده تلات اطفال. وليد يبقى ابنه اليه اليونجسد. ها. اللي هي اه المرأة اللي في العائلة بتاعته. ومامته. ها? وعنده اه اتنين من الرجال. مي انا اند ماي داتي. واتنين من الستات. مامته. وزوجة وليد. واتنين من الرجال هو ووالده. تمام. ناحية العطول. وليد زي بفعمل عائلت. وليد يا ولاد. بتعيش بالكرب من. ها? الاوشن. المحيط. ولا الديزة صحراء. ريفر النار. فورست الغيبة. طبعا بتعيش بالكرب من الريفر. زي الكلمة تحت الخط اللي هي اليونجسد. ماشي معناها ايه? ازا اوزت هي عكس كلمة شورتست اكسر. اا 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 اقرب. ولا تولست اطول ولا اولدست اقدم. يبقى عكس شباب. ايه? حد عجوز. سامرايز يعني لخص البراغراف الاول في جملة واحدة. ممكن نقول ها? manually وليد بابا والد والمزرع. يا ولاد. طيب بيزرع ايه? اهو. ايه ايه? انا بزرع الكسير من الطمر والبصل والبطاطو. اللي هي البوتيتوس اللي هي البطاطس. يا ولاي. نكتب هان. تمام. نرتب على طول الجملتين. ها? ده ما هتعودين. الوقت القنغر. يقدر يكفز. تمام? على ايه? السخواني بتاعه. لو الصدف. حلزون يعني كان يقدر يعيش في ايه? الصدف بتاعه. ايه كان بيجي بعده كان ايه? الفعل في الماضي تبقى قيان ريد. اعطاك كده ان الفيديو جيمز ها? مملاقة هتبقى نبدأ يا ولاد على طول في البنتكويت هتبقى وفي الاخر ايه? علامة استفاية. عشان ده سؤال يا ولاد. تمام? تمام. هنا بيقول لي اتكلمة عن حيواني المفضل موجود في صفحة مية خمسة وعشرين. ومجابة عنه في نهاية الكتاب. تعالك نبص عليه في صفحة مية خمسة وعشرين. سريعا. انا بحب الحيوانات اللي ايه? اللي موجودة البرية. حمفضل اللي هو البطريك. بيعيش في في الجليد والتلج. والونه اسود وابيض. اي كانت بيقدر يعوم. ما بيقدرش يطير. ده بالنسبة للحل بتاعي بتاعي الباراغراف ده. تمام موجود في صفحة مية خمسة وعشرين. تعالوا نبدأ على طول كده. نحل برضو تدريبات خاصة بطلاب الاظهر الشريف. تعالوا نحل على طول يا ولاد. طبعا في نص استماع. بس احنا هنحل على طول. على طول كده. مهم لحياتنا. الألعاب. الأشجار. الألعاب. طبعا. اشجار. بتعطينا الشيد. ضل. حيوانات ولا شلتر ماء. طبعا شلتر ماء. بتساعدنا ان احنا نضف ايه? اير الهواء? ولا روم? طبعا اير الهواء. رامي بيكلم مين يا ولاد? رامي بيكلم عمر فبيقول له ايه? انا ايه? كان في يوم عظيم. امس. نقط did you go? فهو عايز يقول له where did you go? اين ذهبت? where did you go? اما ايه اللو رامي? ايه وانت تو ذا نقط بارك. هو راح فين يا ولاد? في وايد لايف بارك. يعني حضيك ايه برية? كانت رائعة. ما رايت? اما ايه اللو? ايه انا شوفت الكناغر. ها? والايه? والاسوق. اميل له ايه? دي حاجة ايه يا ولاد? رائعة. دي ننبر فور يا ولاد. بعد كده اخترر الاجابة الايه? الصحيحة. لما كنت صغير. طالما قلت انا لما كنت صغير بقى دي جملة ماضي. ينفع فاكان. ينفع فاكان. ينفع فاكان. لا ده كله ايه? الواحدة اللي تنفع عشان دي ماضي. ازا سنيل اللي ورح لازون هاز اه كان لديه ايه? ولاد لكسوك? ارم زراع? ولا لديه صادفة? صادفة. نقط تقدر تطير? كاتس القطط? لا طبعا. بنجونز البطاريك ما بتقدرش تطير. الكناغر ولا باتس? الخفافيش? طبعا الخفافيش اللي بتقدر تطير. زيسي تشير? هزا الكرسي لطيف. للجلوس عليه. هو مش مفيد. مريح. آآ يعني ناكر الجميل. انا هابي غير سعيد. طبعا هو كده مريح لان اقدر اعود عليه. اي نقطة بلاي باسكتبول آآ وانا اي ايه? هنقول اي كان. انا استطيع العب ايه? باسكتبول آآ كويس الآن. ها. عندنا برضو نقدر نحل آآ عن الوحدة السبعة والتمنة والتسعة. هنحلها. اهو. هنحل على التلات وحدات دول. كده سريعة. اختار الايه? الايجابات الصحيحة من ايه بي سي قردي. هنقول ايه? ها? الكيكة خدت حوالي مش عارف ايه في الفرن. حوالي عشر دقيق. يبقى فرني يعني اوفن. انا رحت نميل عشان عالك سناني. طبيب بيطاري. طبيب اسنان. طبعا طبيب اسنان. نقط بسعيدنا ان احنا نكون احسن. الخباس المزارع المدرس ولا طبعا ده كترة. حاجة بتكون ايه? بتكون تعرف افترض عليها كويس? او ترتديها. ادي حاجة ايه اولاد? ناكرة للجيمي ولكمفرطابل مريحة. حاجة مريحة. طيب. سريعا كده. دو. دو ايه بقى? دو يو. دو يو آآ ليف ان. اهاوس. دو يولي inn اهاوساة? ح根ه ان دعيش في هاوس اواب اه اها اولا في شقة. يعني والدي مهتم بمين يا ولاد بقرادة العواق. ها? يبقى هو غير مريح. يبقى انفكتنا ولا يبقى طبعا? طبعا انا عندي كلمة يا ولاد. فانا كده انا فتها. عندي تمام? ها? ها? هولا هتبقى هاف. هتبقى هاف عشان بيجي بعدها. بعد كده هاتبقى ايه? اللي هو الحلزون. ها? ها? يوقف لها هتبقى ايه نقطة اللي دي جملة عادية. هاني بقولي تكلمة عن عن شقتك. في نرجع للدرس ونقدر نحله ونشوف الفيديو اللي تحت هيكون موجود اه ازاي تكتب او ازاي تكتب ايميل هسيبه لك تحت في الوصف. هسيب لك قائمة تشغيل الصف الخامس اللي ابتدائي اي فيديو نقصك او اي واحدة نقصوك تقدر تسمحها. اه طبعا هسيب لك كمان صفحة الفيسبوك في الوصف عشان لو حايف تسأل عن اي حاجة مسأس ما يسر هتلقى العربي. آآ آآ بتمنى لكم توفيق جميعا يا سنة خمسة. آآ كانت معاكم مسأس ما يسر. لو انت لسه مشارك في القناة وفعلت زر الجرس يفعلت تشترك حانا تفعل زر الجرس عشان نصلك كل جديد.